بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو التحدث عن الفوائد الصحية عند تناول الشوفان والقيمة الغذائية للشوفان وكيف نستخدم الشوفان في الحمية الغذائية وأخيراً وكما تعودنا سنتحدث عن محاذير تناول الشوفان لنبدأ بالفوائد الصحية لتناول الشوفان يوفر الشوفان العديد من الفوائد الصحية للجسم ونذكر من أهم هذه الفوائد أولاً أنه غني بمضادات الأكسدة حيث تعد حبوب الشوفان الكاملة غنية بمضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول والتي تساعد على خفض مستويات ضغط الدم وذلك عن طريق زيادة إنتاج مركب أكسيد المتريك الذي يساهم في توسيع الأوعية الدموية وبالتالي فإنه يحسن تدفق الدم ويمتلك تأثيراً مضاداً للإلتهابات والحكة ثانياً احتوائه على الألياف إذ تحتوي حبوب الشوفان على ألياف البيتا جلوكان القابلة للذوبان والتي تشكل محلولاً كثيفاً هلامي القوام في المعدة وقد وجد أن هذه الألياف توفر الكثير من الفوائد الصحية للجسم مثل تقليل مستويات السكر في الدم وزيادة الشعور بالشبع وزيادة نمو البكتيريا الجيدة أي النافعة في الجهاز الهضمي ثالثاً المساعدة على إنقاص الوزن حيث تعد حبوب الشوفان من أكثر الأطعمة التي تعطي شعوراً بالشبع لمدة طويلة بعد تناولها وذلك لأنها تحتوي على ألياف تبطئ عملية تفريغ المعدة من الطعام وبذلك تقل السعرات الحرارية المتناولة والتي بدورها تساعد على إنقاص الوزن وليس زيادتها رابعاً تنظيم مستويات السكر في الدم إن تناول الشوفان يحسن من التحكم في سكر الدم وخصوصاً عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والمصابين بمرض السكر من النوع الثاني كما أنه يحسن حساسية الإنسولين وذلك لاحتوائه على ألياف البيتا جلوكان التي تؤخر إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز خامساً المساعدة على تقليل مستويات الكوريسترول في الدم إذ أن ألياف البيتا جلوكان الموجودة في حبوب الشوفان تقلل من مستويات الكوريسترول الكلي والضار في الدم كما أنها تقي البروتين الدهني المنخفض الكثافة من الضرر وبالإضافة إلى ذلك تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على زيادة إفراز الكوريسترول من عصارة المرارة مما يقلل مستويات الكوريسترول في الدم سادساً العناية بالبشرة فقد شاع منذ القدم استخدام الشوفان المطحون لعلاج الجلد المتهيج والمتحسس في حالات متعددة كما وجد أنه يحسن من أعراض الأجزيمة سابعاً المساعد على تخفيف الإمساك إذ يساعد الشوفان على تخفيف الإمساك الشديد عند كبار السن مما يقلل حاجتهم إلى استخدام الملينات الطبية ثامناً قد يكون مفيداً للرياضيين فقد انتشرت العديد من الأقاويل عن فوائد الشوفان للرياضيين فالشوفان غني بالبروتين المهم لبناء العضلات فضلاً عن فوائده السابقة لخسارة الوزن لذا فهو خيار مناسب لإضافته للنظام الغذائي عند الرياضيين تاسعاً تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم فقد أكدت الأبحاث التي شملت ملايين الأشخاص أن الحمية الغذائية العالية بالألياف من الحبوب الكاملة مثل الشوفان ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والآن ما هي القيمة الغذائية للشوفان؟ حبوب الشوفان غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات، الكالسيوم، الدهون، الألياف، الكربوهيدرات، الحديد، الماغنيزيوم، الفوسفور، البوتاسيوم والزنك والسؤال كيف نستخدم الشوفان في الحمية الغذائية؟ توجد العديد من الاستخدامات للشوفان في المطبخ إذ يمكن أن يكون أكثر لذة وصحة عند جمعه مع بعض الأطعمة كوجبات رئيسة أو كحلويات كما يمكن التعرف على طريقة عمل الشوفان للتخسيس لعمل وصفات للرجيم ويفضل اختيار الشوفان ذي الحبوب الكاملة كي تزيد فائدته وفيما يلي بعض الأغذية التي تضيف طعما جيدا للشوفان ويمكن إضافته للوجبة مثل التوابل مثل القرفة والتي تعد من التوابل حلوة الطعم والتي تضيف مذاقا جيدا للشوفان أيضا الحليب إذ أنه يحتوي على الكربوهيدرات التي تعطي مذاقا غنيا للشوفان أيضا الفواكه والمكسرات ويمكن إضافة فواكه طازجة مع الشوفان والحليب أو الفواكه المجففة والمكسرات النيئة مع الشوفان أيضا المخبوزات إذ يمكن إيجاد الشوفان في الكثير من المخبوزات مثل الخبز والكعك والفطائر كما يمكن إضافته للعصائر التي تحتوي على الحليب والآن ما هي محاذير تناول الشوفان؟ أولا التأثير على الحالة الصحية لمن يعانون من الحساسية اتجاه القمح توجد القليل من المخاطر لتناول حبوب الشوفان ومنها وجود حساسيات الحبوب عند بعض الأشخاص وأهمها حساسية القمح ويفضل ملاحظة جملة وهي خالي من الكلوتين في المحتوى الغذائي لمنتج الشوفان وذلك للحد من الأعراض كالغازات والانتفاق إذن عندما نشتري الشوفان يجب أن نلاحظ هذه الجملة وأنه خالي من الكلوتين ثانيا التأثير على الحالة الصحية لمرضى السكري بالرغم من أن الشوفان يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم كما ذكرنا في فوائده إلا أنه ينبغي لمرضى السكري أن يتناولوه باعتدال وذلك لاحتوائه على كمية جيدة من الكربوهيدرات والتي قد تزيد مستويات السكر في الدم وخاصة عند الإكثار منه ثالثا التأثير على الحالة الصحية لمرضى شلل المعيدة إذ ينبغي لهم تجنب الشوفان لاحتوائه على كمية جيدة من الألياف إذ أن عضلات المعيدة عندهم تتوقف عن العمل بشكل مؤقت أو كلي مما يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم وذلك يزيد من الأعراض التي تجعل حالتهم أكثر سوءا حبيبنا لا نعلم من قد يستفيد من هذه المعلومة وخاصة محاذير استخدامه رب دعوة في ظلام الليل تصل لعرش الرحمن ونحن نيام فالدال على الخير كفاعله شارك المعلومة وتنال بذلك الأجر والثواب من الله تعالى أضام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته